السلطات المكسيكية تعلن وصول إعصار باتريسيا إلى أراضيها مساء الجمعة بلدة مليانو زباطا في ولاية خاليسكو غرب البلاد كانت أول محطة لهذا الإعصار أولى الصور أظهرت هبوب رياح عاتية وتهاطل أمطار غزيرة وفي ولاية كوليمة تسبب الإعصار في اقتلاع 350 شجرة ولحد الساعة لم تسجل أي ضحية مصالح الأرصاد الجوية أفادت أن إعصار باتريسيا الذي رفع إلى الفئة الخامسة القصوى من سلم سفير سيمسون لتصنيف الأعاصر والعواصف في الصلو المكسيك من بوابة المحيط الهادي ليأخذ مصاره نحو المناطق الشمالية حالة تأهب قصوى أعلنتها سلطات البلاد إذ قامت بإجلاء السكان وغلق المدارس ومختلف المرافق العامة الأخرى كما ألغت الرحلات الجوية من ونحو المناطق التي سمسها الإعصار والتي تعج بألاف السياح إعصار باتريسيا يعتبره المختصون الأقوى على الإطلاق في التاريخ بسرعة رياح بلغت 325 كم في الساعة